السلام عليكم ترتيب مجموعة تصفية كأس ممافريقية بعد نهاية مباراة الجولة الثالثة فقد جاء ترتيب المجموعة الأولى على الشكل التالي غينيا بصوف الصدارة بسبع نقاط نيجيريا ثانيا بست نقاط سراليون ثالثين بنقطتين سوتوميو برنسيب رابعا بنقطة واحدة وجاء ترتيب المجموعة الثانية على الشكل التالي بوركينافاصو في الصدارة بتسع نقاط الرأس الأخضر ثانيا بأربع نقاط سوتين ثالثين بنقطتين توقو رابعا بنقطة واحدة وجاء ترتيب المجموعة الثالثة على الشكل التالي الكاميرون في الصدارة بأربع نقاط ناميبيا ثانيا بنقطتين بوروند ثالثين بنقطة واحدة وجاء ترتيب المجموعة الرابعة على الشكل التالي مصر في الصدارة بست نقاط غينيا ثانيا بست نقاط ملاوي ثالثين بتالت نقاط إتيوبيا رابعا بتالت نقاط وجاء ترتيب المجموعة الخامسة على الشكل التالي غانا في الصدارة بسبع نقاط أنغولا تانيا بأربع نقاط جمهورية إفريقيا الوسطى تالتين بأربع نقاط مدغشق الرابع بنقطة واحدة وجاء ترتيب المجموعة السالسة على الشكل التالي الجزائر في الصدارة بتسع نقاط تنزانيا تانيا بأربع نقاط النيجير تالتين بنقطتين وغاندا رابع بنقطة واحدة وجاء ترتيب المجموعة السابعة للشكل التالي مال في الصدر بـ 9 نقاط جانوب السودان 3 نقاط الكونغو 3 نقاط غامبيا 4 نقاط وجاء ترتيب المجموعة الثامنة للشكل التالي ساحل العج في الصدر بـ 7 نقاط زامبيا 3 نقاط جزر القومور 3 نقاط لصوته رابعا بنقطة 1 وجاء ترتيب المجموعة التاسعة على الشكل التالي القابون في الصدرة بسبع نقاط موريتانيا تانيا بأربع نقاط السودان تالتين بثلاث نقاط جمهورية الكونغو رابعا بثلاث نقاط وجاء ترتيب المجموعة العاشرة على الشكل التالي تونس في الصدرة بسبع نقاط غينية الاستيوائية تانيا بست نقاط ليبيا تالتين بثلاث نقاط بوتوانا رابعا بنقطة واحدة وجاء ترتيب المجموعة 11 على الشكل التالي المغرب في الصدراء ب6 نقاط ويتأهل لنهائية ليبيريا 2 بنقطة واحدة جانوب إفريقيا 3 بنقطة واحدة وجاء ترتيب المجموعة 12 على الشكل التالي الصينيغال في الصدراء بتسع نقاط موزنبيق 2 بنقطة 4 نقاط رواندا 3 بنقطة 2 بنين رابعا بنقطة واحدة